السلام عليكم أصدقائي أتمنى أن تكونوا بخير والأخير وتكون الأموات لكم أهداف أحسن الأحوال وتكونوا إن شاء الله الامتحان في الظروف جيدة إن شاء الله نزول عند رغبة مجموعة من الأصدقاء قالوا لي كيفية التعامل مع أسئلة الفهم لديهم مشكلة في وقد رأيته في الفيسبوك أصدقاء يساولون ولم تقسم معكم أو تجربة بسيطة هذا شيء مهم مدرد بسيطة فقط تحاولوا تتبقوا معي، نعتقد على جد الحواج إذا كان الصوت لم يسموه أو الصورة لم يتموض بسيطة الله أعلم وإذا صرعت الشرح أو طولت عليكم لماذا؟ لأنني هذا فيديو تعليمي، يجب أن تصبروا معي وإذا صرعت غيبا لا نطول أصلاً فقط حاولوا تتبقوا معي أجبكم الفيديو حاولوا تتبقوا مع أصدقائكم لكي يستفيد الهدف لدينا ليس تجاري صراحة بالدرجة الأولى، الهدف لدينا هو أن تفهموا كان لدي واحد لها شيء نقبير كان لدينا الكثير من خمسة ألف واحد هذا العام، ولكن لا أعلم هؤلاء الناس، لا أعلم أن تقول كي يسينيالي، وهذا مسحولي لذلك، لا يوجد فقط نقوم بعمل هذه الأخرى، نتمنى إن شاء الله، لا أعطي المونتاج كما تشاهدت، ولكن لا أعطي المونتاج بأنني سأعطي معكم طريقة عادية بسيطة، لكي تفهموني جيداً لا يهمني القليلة الصورة لا يهمني القليلة المعلومة خذ ورقة السيلو، وتبع معي يريد عليك، كن أكيد سأتفهم، لا تحدث شيء واحد لا يفهم شيء، ننسى هذا بأنني لدي مشكلة في العام، ننسى أن لدي مشكلة المتيحة، ننسى عيش معي، وهذه اللحظة هذه فقط تبع معي، أخوك أنا كنشرح ليك، كنعود لك نكتة، غير تبع معي، عفاك، وسأتفهم في الأخر النفو لا يهمني ذلك، فقط تبع لا تبقى تربط الأفكار اللي سأقول لك بمستوى ضروري ما سنقوم بإصابة الشرح باش نوصل لك المعلومة، كيف شخص يوصل لك كما كتشوفوا English exam هاالطريقة هادي صالحة للناس اللي غايدوزوا الباك أو اللي غايدوزوا اللي غايدوزوا الـ IELTS او اللي غايدوز توفل يعني أي نوع من الـ exam يعني كما كتشوفوا معنا يعني كيفاش تشوف على الأسئلة الـ comprehension كيفية التعاون مع أسئلة الفام لأنها تشكل عائق بالنسبة بمجموعة من الناس نتبعوا لذلك سوف نمشيحنا الأول حاجة اللي كي خصنا نركزوا عليها هو أولا نخصنا نعرفه text types and topics ما هي أنواع النص؟ أنا شرح الشيء بالعربية باش نفهمه هذا الجزء ممكن أن يتضمن نصاً نصين أو أكثر يعني هذا الجزء هذا الـ ممكن أن تلقى فيها نص جوج أو تلعزة هنا نقدر نقوله أن الأدبيين للعلم الإنسانية حيث عندهم معامل أدبية الرابعة للعلم الإنسانية معامل تلعزة يكون عندهم شوية نص نقدر نقوله شوية طويل نسبياً زي بواحد الفقراء أو الجوج على حساب يعني المعامل الناس دي العلميين أو الشعب التقنية هدوك يكون عندهم معامل الجوج الناس يكون شوية أقل قليل شوية أما نفس الطريقة تمشي الجامعة نأخذينا هنا في معلومة أنا اللهم نعرف هذا الشيء هذا والأنين ندخلنا للمتحان مصدوم حاولت نشرحه بعربية كما تفهمه الناس دي ما الدراري يكون عنده علاقة بوحدة الكتاب مدراسي هذا العام ذلك الوحدات اللي عندنا هم اللي بدينا من الأول عام حتى 16 مارس ذلك الوحدات نحاول فقط الراجعهم الراجع الـ vocabulary ربما يفيدوني في الأجوبة إنهم يكونوا هم الkey words ذلك الكلمات مثلاً في humor for example joke to joke joking for example kid kid in comedy comedian ممكن يعطيك على humor في بعض الأحيان الدراري وهذه يقولها بثاف الناس هي أنه ممكن يتحط لكم شيء حاجة لديها علاقة بالأحداث اللي وقعدها بها في المجتمع بحال ذلك for example نحن نعيشه ما يسميه تريندين تريندين هذا العام نقدره نقوله في العالم هو كورونا فيروس وكين تريند أخر للناس يحضر عليه فيسبوك كثيراً هو مونسيف سلاوي كورونا فيروس يعني يعني فاكسين هذاك اللي عالي من مغربي يقلب يطور اللقاح للعلاج يعني مرض كورونا أو فيروس كورونا هذا نقدر إن شاء الله ندل لكم تكس كمبرهنشن على كورونا فيروس مونسيف سلاوي فقط تقدر تأخذ معلومات غراسك في الانترنت تدخل مونسيف سلاوي ستجد معلومات تأخذ معلومات فقط تأخذ النص على وترجمه في جوجل ستأخذ معلومات وتترجم هذه الكلمات تقدر تعاونك متعاراة تحدثين على المتعار لأنهم متعارات تقريبوا ويكيبيديا من ستجد معلومات غراسك في الانترنت لن تجد معلومات ويجعلهم في الانترنت ويجعلهم كورونا فيروس أسئلة هي التي تدار والأسئلة تتعاودها كلما تختلف فقط مضمون ولكن الشكل واحد الدراري تجد معلومات غراسك ويجد معلومات أسئلة التعاود المشكلة الكبيرة هي أننا أصول على نقيل أو أننا لم نمکتنا أو أننا أصبحتنا أن تشغيلنا السلبية كيف سأفعلنا؟ كيف يقول لك أننا نراجع المتحارة سهل لا يكون لها راجع صحيح يحاول أن نراجع نرى algebra لأن نراجع ورغب أن تسعني من الصعب ورغب نرتك على الأصل يمكنك في الإنكليش ورغب أن أتصل فقط تحاول أن تصدد إجراء أكبر بحال هذا coronavirus بأن هذا المكوز لا تسمعون منه يجب أن تكون صدقاء لا تكون شخصاً مفتاحاً هذا سيكون معي شخصاً مفتاحاً ولكن هناك شخصاً مفتاحاً سيكون شخصاً مفتاحاً لتفهم أرجوك كان هناك الكثير من الأشياء في اليوتيوب ممكن أن تستفيد منهم كل شخص يستطيع طريقته ربما طريقته تستطيع تفيدك لذلك نحن أخذنا هنا معلومات أن النص ممكن يكون نص جوج ثلاثة على حساب نحن أخذنا بأن نحن نركز إلى الكتاب المدرسي نراجع منه ويغيش ويمسي بزاف فقط نركز إلى تريندينز لواقع دابا كرونا فعروا شوية ذي الـ vocabulary I'm sorry vocabulary for example ونخدو شي معلومات على منصف سلاوي هنا الشكل النص ممكن يكون عبارة عن ممكن تلقى النص عبارة عن article النص ممكن يتحطى لشكل article والarticle اللي لديكم في writing ممكن يكون for example عبارة عن letter ممكن يكون email ممكن يكون biography ممكن يكون film review or book review ممكن يكون report or advertisement إذا كنا نعرفوا ما هي article اللي يترح المعروف عن الرسالة email معروف شكل دياله biography كذلك لحد شخص مهين اللي حياته film review book review هذا غنديره إن شاء الله في writing report تقرير advertisement الذي هو الإشهر ولا نص إشهري عفوا اوكي بالنسبة له هذو كاملين كي أعطيكم التحت في reference المرجع يقدروا يكتب لكم مثلا النص من الموخود ومن غير أنه يمشي النص من الموخود راح داجع الشكل دياله ندخلك نتعمق في النص دياله فقط نأخذ قراءة سطحية على ما يسمى بالمحتوى قد نرى كيفية التعامل مع المحتوى الآن سنرى النص ممكن يتضمن خرائط maps ممكن تلقى فيه جدول أو رسوم بيانية ممكن تلقى صور اوكي خرائط مع maps ممكن تلقى جدول أو رسوم بيانية ممكن تلقى صور الصور والخرائط تساعد بثاف لأنهما نقدر نقول أن النص فيه مثلا 100% الفهم بالنسبة للصور والخرائط تتعاونك من نسبة 30% تفهم النص لماذا؟ مثلا مثلا الموضوع أنت ما لديك معلومات الفوكابوليغ لديك فيه قليل لا يوجد حل ما قدر نقوله أعطيك نص على hospitality hospitality هي الضيافة سمحوا لي إذا أضربت لكي لا نطورش الفيديو أعطيك مثلا للضيافة hospitality أنت ما عارفهش ولكن لماذا تشتف صور مثلا الناس يسلم على ناس مثلا غاوري يسلم على مغريبي أشياء الأشياء التي تكتبت لك أنها الضيافة مثلا خرائط يجب أن تصل لك مثلا هذه الكلمة هذه الخرائط أو هذه تسمعوا أو هذه التي يساعدك أن تفهم النص هذه هي مهمة يعني أن تحنل الباكالوريا فقط يبقى فيها غير القوال كما نقول لنا فقط نركز عليهم تستطيع أن تجدهم أو لا تجدهم بالنسبة للصور بالنسبة ل المهارة الفرائية هذا مهم من الدرالي لكي تفهم المهارة جيدة يجب عليك أن تكون قادرًا على ماذا تحديد الفترة الأعمى للنص يوجد تسمى Topic Sentence وهذه سأصلiale أكثر تحديد الأفكار المساعدة في كيفية كيفية أحدها التحديد الأفكار المساعدة في النص أي ذو الأفكار التي تفعل الدعم القوال العامة تتشرق بعال العربية يحيucking عن الدي صن D تحديد الأفكار المساعدة في النص تكون قادرًا على معرفة الفرق بين الرأي والحقيقة الرأي الدرالي هو Berwh pretty thin Er комментарии الحقيقة هي volumes تضعك بالنسبة للرأي يعني كيف تفشلت رأيك على شيء موضوع مثلا والفاكت وشي عزيلك تكون تحديد موقف الكاتب والغرض من النص ممكنش لي أني نحط هذه اللي هو لحظة أني قرأت هذا إلا عرفت الفكرة العامة وعرفت الأفكار المساعدة التي تساعدني أني نفهم الفكرة العامة وعرفت الفرق بين الرأي والحقيقة على حسب الـ expressions اللي كيعونوني طبيعة الحال سنكون قادر أني نحدد موقف الكاتب والغرض من النص في الأخير نضعه ما يسمى باستخلاص النتائج من النص التي تضع بحث summary for example of the tax يعني كتأخذ معلومات من النص يعني الخلاص الزبد نحن نقوله بالدرجة للنص لذلك نتمنى أن تكونوا فهمتوا هذه المهارات فرعية هنا هاتش الدراري مهم غالبا نهار الامتيحان يتم استخدام من ثلاثة إلى ثلاثة نماذج من الأسئلة التي يختبرك فيها فهم القراءة غالبا تكون بزعاف من النماذج ولكن أنا أحاول أن أجيب لكم أهم يجب أن تركز عليه ما بين ثلاثة إلى ثلاثة غالبا تكون خمسة ثلاثة سنرى داب الأنواع أول نوع الدراري هو تضع لك سؤال في حالك يقولك هل هذه الجمل صحيحة أم خاطئة وش هذه الجمل صحيحة أم خطأ مثلا أنا عندي هنا قدر أن أقول له هذا التكس مثلا ندرته على العشان ذي وإذا عبدالحق هنا بينا أن قناة مثلا إنجليزية مع عبدالحق هي قناة جديدة تعلمك الإنجليزية سؤال تضع في حالك جملة إنجليزية مع عبدالحق أن تخذوا عربية هذا يبينه أعطى كيفية تقرير الكيورد هو الكبير هنا انجليزية مع عربية تقريب التدافيذ بحالك هنا يجب أن تقريب ان نعود سهل بلما نضيعه في الوقت النوت الثاني يزيد يزيدك حاجة اخرى هل هذه الجماعة صحية ام خاطئة؟ صحي الخاطئة منها نفس السؤال نيت هناك تقلب الطريقة تدير فالس و تدير انجليش و تدعب بالحق و تدعب بالحق تدعب بالحق هناك كان صحح الغلط هناك كانت عنه هناك فالأخص هناك فالأخص هناك انجليش و دعب بالحق تدعب بالحق انجليش و دعب بالحق تدعب بالحق تدعب بالحق هذا النوع نحاولو نعقل عليهم زيان النوع الموالي ارضي السيئت من True or False تدعب بالحق لإجابة عن السؤال يكتب صحيح ام خاطئيني تحت كل جملة تدعب مع العجابة سواء كانت خاطئة ام صحيحة نحن نعود ل نفس حق انجليش و دعب بالحق is the new channell that teaches you English سؤال هذا سؤال هنا هلأ كانت هد سؤال صحيح سأضح وتدعب بالحق وتعليل انجليش و دعب بالحق لماذا تتعليله أن عندك أنت نتيجة انجليش و دعب بالحق أعطيك على خطبي علمية التعليل يأتي من الناس هذا هو كانت نظام التي تأتي بالحساب و تحدث عن خطأ أو صحيح فهو قد تأتي بالحساب تجوز فيها من الناس بالنسبة للتعليل تقدروا أن تكون عارف ما يسمي بالكي وورد ان يساعدك للتعليل إلا كان الجواب صحيح أو لا مثلاً فالحسي بالنسبة للأسفل إختيار صحيح المترجم للتجنب يأتيك أن يختار عنوان مناسب للناس العنوان الـDrapper تختاره عن طريق ما يسمى بـ Keywords الكلمات التي تتعود لا يمكن لنا أن نختار العنوان حتى أننا نساله تاكس غالباً يكون هذا هو آخر سؤال، لماذا؟ حتى يجب أنك تخليه و تضع لك أولاً، لا يجب أن تخليه أخر لأن حتى تقرأ و تجاوب و تتعلم على أسئلة الفهم، من خلال ذلك الأسئلة تكون قادر أنك تصبرها و تضعنا عنواناً مناسباً الذي يكون أفضل بالنسبة لك أنت لنا، كل شخص سوف يقوم بعمل عنوان على حساب المعطى الذي سيكون لك بالنسبة لنمبر فايف نمبر فايف يضع لك ما الذي تشير إليه الكلمات التي سأخط في النص أنا أجد لكم أرى واحد الباساج على حساب، لشين دياريح تتوليكم في حلقة و أريد أن أرى لكم كيف أشتعلم معها مثلاً، على حساب، إن يستطيع التعلم على أسئلة الفهم، حتى يتكلم على أسئلة الفهم، كيف يشير إليه الكلمات لعلم أن المعطى بفعله كيف يمكن تخط في الفهم؟ ماذا تتعلم على أسئلة الفهم؟ هنا أنا أمستطيع على إت و كتبه إن بوض أغرى إنته إنفو غادي تقرأ إنكليش و دعبد الحاق The YouTube channel created to help students to learn English with an easy and the modest way هنا إذا أريدنا أن نعودها هذه سنكسبها في بلسما أنها English وبدالحق Also aims to share وكيف يمكننا أن نشارك وكيف يمكننا أن نشارك لأن هذا الpronoun أو for example subject pronoun وكيف يمكننا أن نشارك يعني أن نشارك كيف يمكننا أن نشارك لأن هذا إت تعود لنا English وبدالحق كل ما عليك فقط تفهم من السياق لأن هنا إت وشارك نشارك 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 أكيد نشارك ولكن كيف يمكننا أن نشارك لأنه هو محمد وكيف يمكننا أن نشارك فهنا يمكننا أن نشارك أو أن يستمر يمكننا أن تفهم مصابر نشارك نشارك يمكننا أن تفهم سواء î إذا نقيته happy، إذا نقيته for example ساد إذا نقيته for example happy، إذا نقيته for example glad يعني synonym هناك يكونوا synonyms لذلك تقدر نجبدهم حتى من text ليس بالضرر أن تكون عندك الانجلي وعرة وإذا أريد من context تقدر أن تفهمه من الآن لا يوجد شيء لك تكون صعيفة أكي؟ number eight put the following sentences or sentences or ideas, arguments, events in the correct order in which they appear in the text يعني هناك يقول لك فقط ضع الجمل أو الأفكار يعني الحجاج والأحدث التالية بالترتيب الصحي الذي تظهر به في النص النص غالباً تكون فيه مثلا A, B, C, D for example أو 1, 2, 3, 4, 5 كي يرقموك أحدهم أرقام لكي أعطيك السؤال كي تذهب إلى passage أو كي تذهب مثلا for example paragraph نقيتها كي تذهب إلى هنا يقولك هو paragraph number one لذلك أنا ديجة يقيدك يعني أنت تكون غير شوية انتليجون لكي تقدر جواب بالنسبة للترتيب الأفكار هنا أو الترتيب الجمل أو الحجاج غير إلا قد تذهب إلى تقرأ مثلا paragraph الأولى A, B, C, D, 1, 2, 3 وكل paragraph قدرت إليها مثلا واحد الغزيمة summary هنا تقدر أنك تفهم وكلما تذهب إلى summary هو رديجة يعطيك هو الأفكار غير ذلك الأفكار هم اللي كي يساعدك أصلا باش أنك تكتب For example this statement كلها تفهم topic sentence هذا الأفكار يساعدك تفهم نص على ما يدوي إذاً أنا أريد أن أريكم كيفاش شنو الحاجة اللي تقرأوا اللولة وشن النص للأسئلة فهموا أنواعي الأسئلة هذا ليس كيفاش تعمل معها number nine what is the writer's opinion attitude or purpose يعني ما هو رأي ولا موقف ولا غرض الكاتب من النص ما هو رأي موقف غرض الكاتب من النص كاتب لش كتبينا هذا النص هذا طب يتحل السؤال هذا ما ممكن ينجاوب عليه حتى كان ساري حفاكم هنا ما جيش ديريك طمو وتجاوب دير ديريك طمو is to لا غادي دير the writer's opinion is or the writer's attitude from is or the writer's purpose is داروا رخصين دير جملة تامة داء حاولوا تخدموا جمل تامة فكوا okay number ten answer these questions okay passage example مثلا هنا ستكوم تركزوا معهم زياء لأنهم هدين شوفوا شيئا مهمة اللي هما w h questions ولا words okay هدين ركزوا مزياء هذه الأسئلة كتحت دائما حاولوا فقط تركزوك يكون فيها على الأقل واحدة لد من نقيطات okay أولا جوج نقيطات لحساب مثلا هذا هو الباساج ديري English with Abdul Haqq is a YouTube channel created in May 20 or for example 2020 to help students to learn English with an easy and a modest way it also aims to share how language can affect someone's life لغنا English with Abdul Haqq is a YouTube channel created in May 2020 to help students to learn English with an easy and a modest way it also aims to share how language can affect someone's life سؤال أولا جوج لك what's the channel's name سوف نفهمهم من بعد ثم نصر موات وين لا بغير ركزوهم على الأسئلة what's the channel's name طب الآن تصبح the channel's name is English with Abdul Haqq لماذا؟ هناك ولا غير طوز الاسم ديال channel أننا نقلنا English with Abdul Haqq is a YouTube channel الاسم دياله هو هذا لا تديروا شا تديريك تاما جواب English with Abdul Haqq لا ضروري تديروا جواب تم English with Abdul Haqq قال معي مزيان the channel's name is English with Abdul Haqq إذا تديري English with Abdul Haq يتسمى الجواب لا تدير هذا الجواب هذا اللي هو English with Abdul Haqq يعني كنا نرى لهذا الإكزامبل بالنسبة لك شيء يتعطى لك ضروري تدير بحالكة تعود إعادة سؤال كالشكل الجواب وتدير لغيبانس the channel's name is English with Abdul Haqq number two when was the channel created امتا تكريات القناة هنا غاد نمش بنيسبة لين على سابة time كان لقى time هو هذا هذا هو what time ديالي إت تقدر تقول إت was ولا this channel was لبغيتي إت ولا this channel كما قلنا قبلها ولا English ودعب الحق لأن إت هي this channel وإت هي English ودعب الحق ممكن تبدل ممكن تبدل بإت إت لأنه كان هدر على when كنا هدر على ال time بلنسبة لwhy this channel is important لاش هذه القناة مهمة هنا بلنسبة لwhy كنجوب على because 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 it helps you then to learn English with an easy and a modest way لأن ساعة التلاميذ التي تعلم لغة الإنجليزية بطريقة سهلة ومتوادعة هنا احنا فهمنا هد نوعية الأسئلة اللي هما تسمعه WH words عفاكم إذا كنت كان سرع فقط عاود الفيديو من بعد وغاديت فهم مزيان هاد الشي هذا أوكي هندزو الموالي الموالي الدراري كما كتشوفوا معيه هنا مزيان أوكي عندنا هنا ال WH questions عندنا what where when why which who whom أوكي where when why which who who هم عندنا آخرين اللي هي how long for example how much ولكن ما ركزوش عليهم دابا بالنسبة ل what يعني هي ماذا للسؤال عن الشيء كتسول على شيء شيء معين حال هنا for example what does he do ماذا يفعل كتسول على شيء معين ولكن نسميها for general questions بالنسبة ل where أين للسؤال عن المكان where for example did he go ولا for example where are you from أين ذهب هذا غير example المهم تعقل إلى where iPhone where كتسول على المكان فاشتلقى where قلب عن نص المكان when متى للسؤال عن الوقت for example when will he arrive for example متى سيصل كندوي على التايم why لماذا للسؤال عن السبب دائما تكون because why did you cry لماذا بكيت why are you studying English هنا why نعقل عليها السبب الجواب دائما because which كتسول على الاختيارات for example which car did you buy أي سيارة اشتريت اش من السيارة اشتريت who دائما كتسول على عن الفاعل كنسول على person لا person فاعل who gave you the gift شكو اللي أعطاك الهدية هنا تقول لي بلا 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 عطاني الهدية كنسول على الفاعل whom هادي قليل كيعرفها لأنك تتخلط لي مع who هنا كنسول على المفعول به whom did you give the gift هنا بناسبة لهم كي يقول object كتقول i gave the gift to muhammad محمد هو المفعول به السؤال هو دي هنا بناسبة لنا كيقول لي هذا subject مثلا for example who is your best favorite for example football player ستقول لي missy is my favorite football player ستقول لي for example Ronaldo is my favorite ستبدأ بلدك شخص قاد كتكمل الجملة هنا بالنسبة لwho كنسول على الفاعل subject هنا المفعول به بزاف سيغلطوا هنا كتقول لهم مثلا who is your favorite singer سيقولك my favorite singer is كعت اسمي هذا كرا غلط ستبدأ بيه لاني كنسول على الفاعل whom كنسول على المفعول به هنا يلاقي لك for example whom ستقول I give the gift to my friend ولا تم محمد هنا محمد ولا my friend هو المفعول به في الفخاز او لا في الجملة اذا هنا هاد المرحلة هي اهم مرحلة بعد ما استلينا الاسئلة اللي كتتحطي يعني الاسئلة اللي كتتركز عليها سنشوف reading comprehension test best strategies سنوما السراتيجي اللي كتتركز عليهم في المتيحان باش تشم تكست مزيان 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 اول حاجة الدراري كيخصكم تفهمها قبل ما تقرأ هو خصك you should budget your time time yourself ستحدد مدة زمانية للقراءة ماشي غي تقرأة سبنتاني وزي هكذا كدوز budget your time time yourself حدد لك وقت من الزمن إذا كان عندي مثلا الثلاثة السوائع او الاربعات السوائع على ساب الوقت عفوان ما يمجز السوائع لا ساب الانتحاء سنضي الواحد هذه اول حاجة ننظم وقتي ننظم وقتي من بعد ما ننظم الوقت ديالي سنضيز الريدين سنضيز الريدين ما هو الريدين كان لدينا الحوائج سيسمى Scheming and scanning ما هو Scheming and scanning بالنسبة للسكمية الريدين مثلا إذا أخذنا زبدة مثلا إذا أخذنا الحليب أو الزبدة كما نقول ستكون فيها القشدة في الحليب هذه القشدة التي تتحييد هي Schem هذه القشدة هي الزبدة هو لبشي ستتقوم بScheming يتأخذ لبشي لبشي يعني يتأخذ أهم الجوهر المهم في التاكس لأنك لا لديك وقت لتقرأ التاكس لتتمتع لا كان قرأ التاكس بلنجيب النقطة بالنسبة للسكمية كان قرأها بسرعة لتجمع أفضل أفضل مثلا هنا كان قرأ with my finger كان قرأها بسبع كان قرأها بسبع ما تنقراش بعينية حتى إذا قرأت بعينية حاجة أخرى لنجمع أفضل مثلا أو لا أضع أفضل هنا و أضع أفضل هنا كان قرأ أفضل هنا وكان قرأ هذه الأفضل كندز عليها وكان أخذ غير الأفضل أفضل لذلك سوف نحاول تدير هذه الطريقة إذا قرأت هذه الطريقة كنت أكيد أنك ستفهم تاكس ستأخذ غير الكيورد لذلك لذلك ستفهم تاكس لذلك 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 يقول لي كيف سنفهم تاكس ستفهمها إذا كنت تفهم كلمة أو لا جوج أو تلاعجة ستفهم لذلك ستفهم لذلك ستفهم ستفهم هنا ما يعني بالسكنين لذلك تقلب على علومات خاصة ستفهم لذلك ستفهم 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 هذه المعلومات كتعاونك لذلك ستفهم لذلك ستفهم عندما ندز على تاكس ونضع ما يسمى ستفهم نفهم ونفهم الكيوورد يساعدني لذلك هنا عندما قلنا ونسكيم لذلك لا تقلب كل شيء ولكن تحق تنقذ تقرأ الكلمات المهمة التي كانت الكيوورد أكبر هذه المهمة الدرارية أكبر 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 يفتحت فيم تاكس ما تقرأوش تاكس كله جملة اللولة والخرية هي هذي نقرأ المقدمة والخلاصة الطبيعة حال الانتردكشن هي الفيرس سنتنس واللاث سنتنس هي السامري من بعد نقرأ بعض الامتلة التي تساعدين لفهم لشي يدوني النص لانتردت إلى هذه الطريقة ويكون أكيد سنتنس ما الذي يدردت الامتحان؟ يقلب الورقة الـ Comprehension ومن بعد يذهب لـ Writing، لم يتدرسه، لم يتدرسه، لم يجب بعد أي شيء لدفه لم يتم تحديث هذه هذه الآخرات، لم يتم تحديث إلى الوصف لا، لا، لا تتركز الوصف جيدا، تركز الوصف لما لا تدردت الوصف لانتردت إلى الـ Active Thinking ستجد أسفل المتحان وسيؤكد كما قد تفهم الامتحان في الشرط الدهني ومن بعد تلقى مشكلة وغا تقول متى حنصعيب وغا تتخرج دلتها الطريقة هذه ورجع ليها هذا واحد الى اكزامبل اوكي او سكيمين هنا نقدر نقوله انه هو هذا نص سوف نكسبلكم بهذه الطريقة باش فهمه نقوله هذا هو النص اوكي ادنك هذال XXX هذو كلمات احنا نجينا اول حاجة عدنا فر اكزامبل هنا سموكين فرس بيجن سموكين فرس بيجن سموكين فرس بيجن سموكين فرس بيجن كلمات في ميكسي والبرازل بصف عدنا نقرأ في جمه الأولى بعد غير قراءة الرقمه يحضر ب gerekiن من ارى حتى وصل مع All 시� нอก بيجن لبدأ ممن ارى تبقى صف عدنا、 اللحم عدنا نقرأ واشف ألاف سنين في ميكسيك وبرازل صفriters literally آما ل Politica ح KEY SMAOKEN حتى العدنا الخرية سوف تسer можете إحنا فقط أعطينا إجزامبول تاني حاجة بعد ما أدل سكيمين و سكينين ستصير الأسهل كما نقوله تمرين ولا أسهل سؤال عفوا أسهل سؤال قرأ الأسئلة فهمهم مزيان فهم علش كي يدوه بالكيورد بكلمات المفتاح وهو ما هدو حاول تسطر على الكيورد باش يساعدك تفهم لأن الدوكيورد وما الفوكابويلاري اللي غيساعدك تفهم السؤال و جواب من بعد كتتمشي للنطاق إذا، طريقاً 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 إذا كنت تقرأ بطبيعة حالة مور بزافك و تقرأ بشكل موسع كون أكيد أنك سيكون لديك و سيكون لديك و سيكون لديك و سيكون لديك و ستقدر تستخدم أي فكابيلة تحت قدامك حاول تكتب أي كلمة ستفتها و دير مراجعة على فكابيلة هناك تقدر شيء بشكل دوري و بشكل يعني نقدر نقل شيء بهيومي باش تقدر تضبط الفكابيلة لأنك بحالة داخل في واحد الوارف و واحد الحرب مع اللونجلي و كون أكيد أنك في الخنشأ الله غير تتعلم بعد غير من ناس سيكون لديك لذلك برأي شكرا لكم على جدا و سمحوا لي لطولت عليكم في لفديو و زربت فيها في الصراحة كنتمنى أنكم تكونون فهمتوا هذا الشيء هذا و سمحوا لي للمتوفقت أن يشرح بعض الأمور والله يعني يخلني التعبير ببعض الأمور تحياتي لكم والله يسهل لكم and see you next time inshaallah بيد باي all the best فقط حاولوا تركزوا ميكونا إن شاء الله شكرا يا معدي